بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نتحدث اليوم عن آفة من آفات النخيل الحشرية الخطيرة كفانا الله وإياكم شرها وهي خنفساء النخيل وحيد القرن وتمثل خطورة هذا الخنفساء بأن الحشرة البالغة الكبيرة تطير مسافات كبيرة وهي قوية لها قرن قوي تقوم ب قطع جريد النخيل من قواعده وكذلك العذوق مما يتسبب في فقدان الثمرة وكذلك يرقت هذه الخنفساء تعيش أسفر النخلة وتتغذى على جذور النخلة وعلى جذور الفسائل المدد إلى ضعف هذه الفسائل الآن لدينا هذه النخلة مصابة بأيرقات هذه هي اليرقات يرقات الخنفساء وهذه الفسيلة كما يظهر سقطت هذه الفسيلة بسبب أن هذه اليرقات تغذت على جذورها وتسببت في سقوطها ويظهر لنا الآن الأنفاق التي تسببت هذه اليرقات وتلف الجذور هذه سقطت من النخلة عند خدمات النخلة وتنظيف الجريد سقطت هذه الفسيلة سقطت هذه الفسيلة بسبب هذه اليرقات هذه اليرقات كما تظهر كما تظهر هذه تحول إلى خنفساء بالغة تطير وتتغذى على عذوق النخل وعلى الجريد وتتواجد في أسفل الفسائل وتتغذى على الجذور كما يظهر تم إخراج عدد منها من تحت هذه الفسيلة الصغيرة من الأدوية التي تستخدم لها هو دواء الفرودان وقد لا يتوفر الآن بعض المحلات الزراعية استفسرنا عنه قالوا أنه لا يتوفر لديهم الآن واحضرنا دواء بديل جيب الدواء هذه اليرقة التي تتغذى على جذور الفسائل وجذور النخيل وتتحول في مراحل متقدمة إلى خنفساء كبيرة وهذه الخنفساء ذات القرن نجيب الكاسة وذل القضاء على هذه الحشرة أو هذه الخنفساء يتم استخدام الدواء دواء الفرودان أو دواء مشابه لها خاص في المكافحة مكافحة الحشرات معروفة عن المحلات الزراعية يتم عمل حفرة دائرية حول النخلة ويفضل أن أيضا ينثر على قاعدة الفسائل والنخلة وكذلك ترش النخلة بالمبيد حشري ليقتل أيضا الخنفساء الكبيرة البالغة حطه حول النخلة وتحت شوي حول النخلة دائرية يفضل أيضا وضع كمية من الدواء على الكرناف السفلي للنخلة ويتم تعفير النخلة أيضا في الكبريت لطرد هذه الخنفساء وهذا الفيديو ليضح ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالنا وذل المسلمين السلامة من جميع العفات والشرور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والسلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة